الدجاج تصبح الدجاج في المغرب يقولون لي الدجاج أو للفروج مثلا في الجزائر يسميه الجاج بلا حرف الدال وهناك حماق مع الناس كلمات لا يمكن أن يكون فيها حرف الدال تدروا لي حرف الدال مثلا زليس يقولون لي تزليس أو تزاير وبالتبع الكلمات والكلمة التي فيها حرف الدال بحال الدجاج تحيدو لي الدال وتدروا لي الجاج وبندم معكس وصعف أهلا وسهلا بالجميع أسعد الله وأوقاتكم و أتمنى تكونوا بخير حلقة اليوم فيها فضيحة عالمية فضيحة غتبية حقيقة إدلال النظام العسكري الجزائري للشعب فضيحة عرفنا عن طريق البرازيل والتفاصيل كاملة كيف نفضل الحلقة اليوم نبدأ من الأول لكي نفهموا سياق الخطأ والكارثة والفضيحة الجزائرية الجديدة الجزائر معروفة بالفقر الغذائي ومن معالم الفقر الغذائي هي ندرة الموت والطوابير المستمرة دائما وحتى الدجاج لا تسلم من هذه الندرة والجزائر دائما تتعرف مشاكل وغيرها في هذه الأسابيع الأخيرة والشهور الأخيرة كانت أزمة كبيرة للغلاء وندرة الدجاج في الأسواق الجزائرية بدلا من دجاجة كاملة أصبح المواطن يكتفي بجزء فقط 550 دينار جزائري للكيلو غرام الواحد هو سعر يفوق قدرة المواطن بعد الارتفاع الكبير في أسعار اللحم البيضاء خلال الفترة الأخيرة وزارة الفلاحة تفتح تحقيقا وتجند كافة المفتشيات البيطارية الموزعة عبر الوطن لأجل مباشرة التحريات والتقييم الميداني لكافة وحدات تربية الدواجن وكذا المذابح بداية من الاثنين كما رأيتم أزمة كبيرة في الدواجن وغيرا لكي نفهم هذه الطوابع و هذه الأزمات رائع قدام رائعا لغير فعاد أبو كوديبة رائعا منذ عقود رائعا من أيامة بوتفليقة أو الذي قبل منه ومساخة الوالدين ما يفعلون لهم يحلون لهم مشكلة الحليب مثلا مؤقتا يحلون لهم مشكلة الزيت وغيرها يحلون مشكلة الزيت يرجعون لهم مشكلة الحليب يفعل لهم حال هذا الشخص لكي يكون هذه الخنشة عامة بالفيران ومرة مرة تحرك هذه الخنشة لكي يدفز بعضياتهم ويتخلطوا بقوم الاثنين حيث لأن الخنشة هادية وهم هادئين سوف يفكرون يقطعوا الخنشة ويهربوا فنفس المثال تطبقوا الجزائر حرفيا كل مرة تحركوا لهم الخنشة ويفتعلوا لهم أزمات في الأسواق لكي يبقوا مقابلين غير طوابير وليس فكروا في الحراكة والتظاهر لإسقاط النظام العسكري وفي مثال آخر جواك الباكتباك هذه الأزمات مثلا رأيناهم في دولة فقيرة نقولوا لماذا عادي جدا الدولة الفقيرة لا لديها الإمكانيات ولكن نرى هذا الفقر المدقع والطوابير وهذه الأزمات المستمرة دائما وهذه الجفاف في الجزائر التي لديها البترول والغاز وتخسر الأموال لها البوليزاريو فهذا شيء غير مقبول وكان عندهم شعب حر وكان رقر بالهم عن النظام وكان رقر بالهم وما نرى الوزير الفلاح الجزائري كيف تقول على هذه الأزمات من الججاج الوحوم البيضاء الناس تقول لك كان الارتفاع في الأسعار دائما أعلاف وراء الارتفاع الأسعار ومن ثلاث عام الناس الذين يتعرفون بلان ثلاث عام مايس في الارجل كان الوحوم مايس 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 وشعب مايس 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 ومن ثلاث عام اللحوم البيضاء مايس 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 لا يجب أن يكون أسعر لحوم بيضاء قد من 30 إلى 35 ديالة يجب أن يكون 60 ديالة كما العادة وزارة النظام العسكري الغابي والفاشل يعطي تبريرات فولكلورية بهلوانية يعرفون غير يرفعوا الصوتهم ويضربوا فوق الطبلة والأزمات مستمرة والأزمة على الججاج مستمرة والجزائري والذي يشرح الرجلين للججاج يديرهم شرباء لكي يعمل أولا يا وزير الفلاحة إذا كنت تقول أن تمن دورة في الجزائر وما هو المناسبة بالسلامة وما في الجزائر تصدرت الدورطة بأمريكا شيء يمكن أن تكون كثيرا لكم أصلاً يا وزير الفلاحة في الجزائر والأزمات المفتعلة عندكم ربما لا يحتاج أن تكون خبير اقتصادي أو خبير فلاحي أو مع أي نوع لكي تفهم لماذا يكون الأزمات المستمرة على الأزمة الدجاج مثلاً أو للسيارة السبب والأسباب لا يوجد شيء علاقة بالعلاف أو بأي سبب آخر تفسير الواحد عنده علاقة بقرارات الدولة الجزائرية وعلى رئيسها أبو كوديب الجزائري للحفاظة للعملة الصعبة يعني تزيير السنتورة أو تزيير السمطة بالمغربية وكيف تمنع استيراد السيارات أيضاً كنتم تمنع استيراد الدجاج وأيضاً تمنع استيراد اللحوم والاستيراد الحليب وغيرها لكي لديكم أزمات خانقة ومستمرة ومشحالة الإنتاج المحلي يمكن أن يغطي احتياجات 25 مليون نسمة في الجزائر وضروري الاستيراد وما لا تستمرده والشيء يؤدي إلى أزمات وطوابير ونطرة كل ما سيكون معه وثاني وحاسم وحاسم لا توريهم شيء يدير سنجاوب ونقول لي رغم عارفين أشخاص يديره ونشره معروفاً جميع يعني المشكلة ليست على المستوى المعرفة أو على المستوى العلم أو على المستوى كيف نتصرفه المشكلة على المستوى إصرار الدولة على العداء للمغرب ستقول لي ما هي العلاقة هذه مع الخرق إلى الجزائر تهلت في الشعب أو الذي أعطيتهم غير المواد الأساسية لكي يعيشهم وسمحات الاستيراد مثلا ستتهنهم من الجزائر لأنه لا يبقى عندهم من العملة الصعبة لكي تصرفها على المغرب وعلى عداء المغرب ولا على البوليزاري يعني أنا كمواطن مغربي صالحي أن الشعب الجزائري يكون جاج مع رأسه لأن كل هذه الأموال لا تذهب إلى البوليزاري يعني إذا كنت تهنهم من العداء للدولة الجزائرية يخص الشعب الجزائري يأكل وتسعى الشعب الجزائري لا يأكل أو بالأحراط يأكل غير في الحام المغربة التي يسبب في مواقع التواصل للشمال ولكن على ما يمدغ الشعب الجزائري الخنوع يحب شعار الميزيرياء وتحية البوليزاري لدينا اجتماع استعجالي نعم نعم عرضنا كم من الفائلين بالنسبة لشعبة لحوم البيضاء مرحلة الأولى منذ بعض الأشهر السابقة كانوا منتجين 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 مربين دواجين ولكن لزنة الميديان ما نقولوش الوساطة واللي عندهم خبرة للتسويق إلى آخره ما ذكروا قال أسباب الرئيسية هو ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية وبالخصوص لشعب الدواجين فهمناه وتكلمنا معه وعطيناهم البيانات تضحكوني صراحة بمصطلح شعبة كذا وشعبة الدجاج وشعبة اللحوم الحمراء وشعبة اللحوم البيضاء كيف الشعبة؟ كيف تقرأ على الدجاج في الجامعة؟ وكيف شعب تخصص او كيف شد القضيات؟ وكيف شد الفلحة تضحك السامعين بشكل شعبة اللحوم البيضاء؟ هل ضرب العربية مقادة؟ او ضرب الدارجة مقادة؟ او ضرب الفرسية مقادة؟ أي شخص خربق باللهجة ويدخل الدارجة مع الفرسية مع العربية ويدخل شلاضة من ماء أعرف أنه لديه مشكلة في الهوية وفي تاريخه ومعافش رأسه المهم هذا المقاطع في الأول لكي نقول لكم أنهم داروا التفتيش داروا المراقبة داروا مراجعات الأسعار تكلموا عن الأسباب بحل العلاف مثلا داروا مراقبة الأعلاف كل شيء داروا من غير أن أهم شيء ما زال ما داروه وباقي نفس الأزمة الخانقة للدجاج والحليب وغير دابن أحتاجتكم في سياق الموضوع أعرفوا على الفضيحة العالمية للجزائر مع دولة البرازل النظام الجزائري لأنه يهدن الشعب وقال لهم سوف يستوردون الدجاج المجمد جيدا على المجمد من البرازل مثلا المغرب يستورد شيء خاصة باللحوم يستورد الماشية حية يجب أن يبحث في المغرب لأن هذا الناس يريد أن يستوردون الدجاج المجمد وماذا أخرى يقول لي واحدة واحدة يستوردون لأنه يستوردون لأنه يحلوا المشكلة لك ومهم قالوا أنهم سوف يستوردون الدجاج من البرازل كما قالوا سوف يدرون لقاح كورونا أو لقاحين كورونا لأنه يستوردون الدجاج من البرازل في سنة 2014 يعني مقا نواة وفعلا فعلوا مفاوضات مع البرازيليين لكي يفهموا وتقريبا تفهموا على تقريبا سوف نعود إلى هذا الموضوع والفضيحة اليوم أجبتها لكم من المسؤولين لبرازيل من أنهم وزير برازيلي ومن أنهم موديل واحدة الجمعية للدجاج في البرازل والذي يجب أن تعرفوا بعدها أولا أول شيء أن تفهموا عليه هو أن الجزائر والبرازيلة يتفاوضون منذ سنوات رجائدة ثلاث سنين أو أربع سنين وهما يتفاوضون يعني من حال هذه هما لا يتفهموا وفي الأخر الجزائر تمنع الاستيراد والزوال المغبون تقضي بأرجل الدجاج لمنزوعة العظم والأضافر كثيرا هذه البوحدة في ضيئة كيف يعقل أنك في موضوع المفاوضات سخيف وتافئة تبقى تتفاوض مع البرازيل لسنوات ولم تنجح حسب مدير الجمعية البرازيلية الدواجين وعندهم المئاس الشركات التي تنفذ الجمعية لويس روا قال لك أخيرا وفرحانا قال لك تفاهمنا مع الجزائر بعد سنوات المفاوضة ونبدأ نصدر لهم الدجاج المجمد كيلو و300 جرام صعف ولكن ولكن دائما مع الجزائر لن تستطيع أن تغمض عينك ودائما مع الجزائر كان هذا ولكن ودائما فضائح المدير وزير الفلاح البرازيلي فرحوا كاملين أنهم تفهموا فعلا الجزائر أعطاء ترخيص لبرازيل لتصدر لهم الدجاج ولكن ثم الفرحة مكملت وقال لهم الجزائر إذا تريدوا تصدروا لنا ستجعلوا الدولة الجزائرية سمعوا جيدا هذه المعلومة رأي الفضائحة قال لك ستجعلوا الجزائر 100 في 100 في الجمارة الجزائرية على كل دجاجة نعطيكم مثلا البرازيل ستصدر مثلا في سنة واحدة مثلا قالوا مليون دولار أمريكي للدجاج للأسواق الجزائرية سيكون مطلوب من البرازيل أنها تخلص الدولة الجزائرية في الجمارة مليون دولار أمريكي واحد آخر يعني مليون دولار قيمة سلعة ومليون دولار تعطيها للدولة يعني الدولة الجزائرية ما ربطت دجاج ما تعطيت عالف موالو ستأخذ 100 من قيمة سلعة يعني القادية مثلا الدجاجة ستدخل بجوجة دولار ونص ندخلهم مع المصاريف النقل من البرازيل فخاصة يخلصوا عليها الجماريك بجوجة دولار ونص وحدة آخر يعني الدجاجة البرازيلية ستدخل السوق الجملة الجزائرية بخمسة دولار عند أول جمال من بعد نزيد على الأرباح الجمال الثاني من بعد الناس الذين يبيعون ستصل إلى الدجاجة تقريبا للزوال بسبعة أو عشرة دولار أمريكا وهنا كنشم رحة تعمد النظام الجزائري لفرض هذه الرسوم الخيالية والمبالغ فيها والدول التي تريد مثلا تحميل منتوجها المحلي كاتقاد الأتمينة يعني تحاول التقادل الأتمينة بالمنتوج المحلي والمنتوج الأجنبي مثلا ستزد 25% 30% 15% ستفرض مثلا رسوم جمهوركية لكي المنتوج الأجنبي تمام المنتوج المحلي والأغلب منه لكي تكون منافسة شريفة ولكن الجزائر تتعمد فرض هذه الرسوم لكي البرازيليين لا يصدروا لها ولا يتفهموا معها وفعلا ما هو الوقت البرازيليين فرحوا أنهم أعطوهم الترخيص وعطوهم في الجزائر ولكن لم تقبلوا هذه المياه في المياه الجمهوركية وقالوا لهم سوف نصدروا لكم والو إذا أردتم أن نتعاملوا معكم سوف نصدروا لكم لكي الشركات سوف تنقصوا من هذه 100% حيث إذا أصدرنا لكم الدجاج البرازيلي سوف يصل للسوق الجزائري غالب وليس سوف يشروع البرازيلي وجدت الجزائر مباشرة لا نصدروا لكم والو لا يمكن أن نصدروا لكم الدجاج للجزائر من الغدى قال لهم محقق وبالكمية هذه 100% من الرسوم الجمهوركية هنا واضح وبدون أدنى شك لأن الجزائر غير تتحايل على الشعب الجزائري غير قادرت اليوم فقاعا سوف نأخذ لكم الدجاج من البراق لكي الأتمين يرقصوا أو لكي الناس تهدن وصف سوف تنشر أخبار على أنه ستتورد فعلا من البرازيل وستطيع لهم في الخلع سفره مثلا نأخذ مثال المغرب بسرعة عندما نريد استورد اللحوم مؤخرا من الخارج لا يوجد لحوم ولكن فقط لكي نقص لحوم على المواطن كان قرار لكي يخفض من قيمة الضريبة على الاستيراد نوع من اللحوم وهنا كتب النية ولكن نريد أن نستورد اللحوم المجمدة استوردنا ونريد أن نستورد الماشية ليحية يعني من بعد سوف نبحثون في المغرب بالطريقة الإسلامية أما النية الدولة الجزائرية هي تجعل الحال على ما هو عليها بدون تغيير لكي يحميوا الحسيات من العملة الصعبة لكي يجعلوا كي يخلصوا الرشاوي والتمويلات وغير الناس من تيك توك من خوانات المغرب لكي يدعون بالفلوس لتثورده وليس الدجاج يحتوي به والجزائر تجعله لكي يصرفوا على ابن بطوش وغير الطائرة الخاصة بابن بطوش الذي يدعى الرئيس الجزائر لكي تقيم وغير ويخلصوا ما يسمى بوزراء البوليزاريو وما يسمى بسفراء البوليزاريو بالمغضافين ما يسمى بالحكومة البوليزاريو والعصابة وزيد وزيد يعني الاختيار صعيب بالمغضافين ومغضافين بوزراء ومغضافين ومغضافين والأختيار دائما بالجهة الأولى ودائما نذكركم أنهم كانوا في السنة الماضية في موضوع اللحوم الحمراء الذي يستورده من السودان دائما اللحوم المجمدة وفي الأخرى يقومون البرازيل مصدر للدجاج في العالم وتصدر حتى الدجاج الحلال إلى كل من السعودية والإمارات وتقريبا تصدر الدجاج بقيمة 6 مليار دولار 150 دولة يعني من المفروض أن الجزائر لا تجد مشكلة معهم ومن الغداء إذا أردت الجزائر تحل مشكلة الدجاج البرازيل سيكون لها كمية التي يريد وكيف تبسطها؟ الجزائر أردت أنه يعاني وأنه يأتي فقر الدم ويبقى ضياحياته وإلا ما هو السبب؟ أنهم يفرضون بمئة في المئة لكل دجاجة يعني كل دجاجة تقام عليهم بغسير الفندق بالنسبة للشركات البرازيلية وحتى بالنسبة المواطنة الجزائر أصلاً وما في الجزائر داخلياً لا ينتجون ما يكفي من الدجاج يعني وخيص سورده من البرازيل فما تفسير هذا مئة في مئة الجزائر كدولة بصراحة العبارة في فضيحة أخلاقية كبيرة تمنع شعبها من الأكل ويضطر لذبح الحمير حشاكم وغيرها ومن أن تريد تتاجير بالإفقار شعبها لأنها ستدخل ملايين الدولارات على ظهر المواطن الجزائري لأن كل دجاجة سيخلص عليها مئة في المئة وماذا سيخلصها سيخلص المواطن هذا في طبيعة الحال إلى قبلات البرازيل أن تصدر لهم هذه النسبة مئة في مئة من المفروض أن دولة لأن البترول والغاز في حال الجزائر لا تفرض رسوم تدير صفر في المياه على الرسوم من المواد الأساسية التي لا يعلمها منافسة داخلية لكي يعيش شعبهم في الراحة مثل الدول البترولية في الخالج ولكن قمت لكم فيها أموال معادات المغرب وتمويل بوليزاريو وتمويل تيك توك والإعلام المبيوع وحتى الشعب الجزائري رأى موافق لديكم تفهمون لأنهم سوف يعرف السبب سوف يتحرك سوف يقول لك الميزيريو وتحية البوليزاريو اليوم كانت تفاجئة في واحد المنشور من سافيرة أمريكا في الجزائر في الحسابة الخاصة في تويتر أو في منصة X هذا المنشور قلت للمرة الثانية إلى مخيمة تندوف المحتلاء في إطار قال لك أنها تمثل دولة مانحة للمساعدات قلت مع اللجنة اللاجئين التي تابعة للأمم المتحدة وذكرت في المنشور أن هذه اللجنة الأممية تدير زيارة كل ستة أشهر هنا أول شيء غريب جدا أنا كنت تغرب إلى هذه اللجنة الأممية تدير زيارة كل ستة أشهر لماذا بالسلامة هذه السفيرة الأمريكية تدير زيارة الثانية في ضرب أسبوع تقريبا يكمن ستتصورها ورجعت اليوم ما يعني؟ هنا كثير من الأسئلة تطرح حول هذه الزيارة خاصة أن هناك صورة في المنشور صورة مستفزة جدا للمغاربة ما زيارة الثانية لأن السفيرة الأمريكية لم ترى في الزيارة الأولى؟ هذا مستبعد لأن مخيمة تندوف محتلة صغر ويوم واحد كافي جدا أنك تضرع اليوم كاملين وتشوف كيف يفرق المساعدات وكل إذن هنا السؤال يطرح هل زيارة السفيرة الأمريكية إلى تندوف عندها علاقة بزيارة السفير الروسي إلى نفس المنطقة لتلاقى مع ابن بطوش؟ ما الزيارة لديها علاقة بما قاله المتحدث الرسمي الأمريكي بأن الزيارة الأولى لم يكن هناك أي مقابلة تنائية أو تنصيق مع البوليزاري صراحة تحرك غريب من هذه السفيرة الأمريكية التي شخصيا مع مرأة دخلت لديها الخاطرية وضعها في المكان المناسب حتى يارب للعقل وحتى يقدر طوابير واحد المرة لكتصورات مع البيتزا المربعة ولكن نحن عارفين أن أمريكا لا تفعل شيء غير هذا وأنا سأعطيكم الرأي قبل أن نرى الصورة المستفزة على هذا الموضوع وطبيعة الحال سأحب بالأراءة في التعليقات أنا كنرى أن هذه الزيارة هي محاولة أمريكية لتهديئة الجزائر التي غضبت من نفس السفيرة في الزيارة الأولى فشهر بات اليوم ومطلقت حتى شيئا هي محاولة أمريكية للحفاظ على المصالح في الجزائر وقطع الطريق على روسيا روسيا التي تذكره أن السفدات جيدة من زيارة السافر لتندوف وخيطت قريبا لا تقريبا دولة مانعة لأمريكا ومنسوا أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الزيارة على المستوى الدبلوماسي لا سأعطي مواله لا سأعطي مثلا ساحب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء جزائر كما العادة يريد أن تأخذ الصورة أو تأخذ اللقطة لكي يضحكوا على المحتجزين في تندوف المحتلة وعلى الشعب الجزائري الذي يحكي منهم لكي يأخذ هذه الصورة ولكن أي قرار رسمي لا يوجد تغيير وبعبارة أخرى يا الجزائريين سأتراوزون هذه الصورة وسأتراوزونها بقوة ونبدأكم من الصباح قبل أن تراوزونها سأخذوا رأسكم سؤال ما فائدة الصورة في تندوف دخلها في زيارة للاجئين للأمم المتحدة دعوكم نتصور لماذا لا نرى زيارة وزير خارجية أمريكا بلينكين الذي تندوف المحتلة لماذا لا نسمع أن الإدارة جو بايدن أو جون بايدن كما تسمى تراجعت على قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ونرى تنازل الصورة مع السفيرة الأمريكية ماذا ستخلص على الجزائر وماذا ستقاملها وماذا التنازلات ونصغت الوالدين نباعوا البلاد كاملة بسبب الصخرة الغربية التي كان في البطن نرى وماذا هذه الصورة السفيرة الأمريكية مصورة مع صندليس ثانية في تندوف المحتلة من نفس الزيارة الثانية الموثير للإستغراب وأنه كان بإمكانهم يتصوروا في أي قند في الرملة هم تصوروا أمام الصورة ابن بطوش والعالم صندليسة وصراحة في العرف الدبلوماسي هذا الأمر غير مقبول من سفير دولة لأمريكا كتعترف بمرسوم رسمي بالصحراء المغربية أنه يتصور أمام عالم الجماعة الإرهابية أمام ابن بطوش كل ما سيقول لي لا راقوا أبوها وضحكوا عليها وجابوا هاتما وهي ما شاهدتها فأنتفق معكم إلى هذه الصور تنشرات مواقع أخرى ولكن أنا ما أنتفق معكم وما أنتفق مع الطرح لأن من نشر الصورة هي السفيرة براسة وما هي السفيرة زعمة عمية وما هي السفيرة لا يوجد المستشارين الذين يقولون لي هذه الصورة هي مشكلة هي العالم في الصندليسة السفارة الأمريكية في الجزائر لا يعرف أن صورة لجمهورية وهمية لتصور معها وأنها لا يعجب المغرب وتزكي هذه الطريقة ولو إعلاميا ولو بصورة لا تعني أي شيء أصلا القادية من المراكبة نفس السفيرة تقوم زيارة الثانية في ضف أسبوع في هذا الوقت وبهذه الطريقة وبهذه الشكل وفي الزيارة الثانية لعكس الزيارة الأولى يتعمدون أن يأخذوا صورة مع ابن بطوش ولو في الكادر وهنا كان إطار آخر للتحرك الأمريكي من غير أن بالتأكيد داخل في الحرب الباردة مع روسيا ولا تريد أن تجعلهم طريقها أو تزاحمهم ولكن يمكن أن يكون لديه علاقة بما يقع في فلسطين وهنا أريد أن نجعل الكلام للناس الذي يقول لك المغرب لم يقدموا له الغزة هذا ما ترى اليوم هذا اللعب للدرار الصغار من سفيرة الدولة تتحكم في العالم وصراحة هذا ما ترى لا يقع بقيمة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم سفيرة قطفت طريقة بحلها سفيرة جمهورية الموز هذا ما تدير السفيرة الأمريكية ربما يمكن أن فهموا أنه رد على موقف المغرب القوي من نصرات الفلسطينيين ربما يمكن أن فهموا أنه رد على تباة المغرب واتهام إسرائيل على جرائم الحرب التي تدير يوميا بغض النظر ومفهمين على ما وقع في 7 أكتوبر أو لم يفهم المغرب قتل المدنيين من الطرفين ولكن كان من جهة الحق ليس من جهة فلسطين لأن الرد الإسرائيلي غير مناسب كما كان لها هذا ما يوضح لبعض الأطراف التي تخون المغرب والتي تستغل ما يقع لمحاولة خلق الفتنة وتدمير المغرب على أن موقف المغرب في المملكة المغربية مشرف وإن لم يجد سفيرة أمريكا تلعب ناد اللعب الخيب وتنشر صورة لها أمام عالم الجماعة الإرهابي في طبيعة الحال كامل نقول في إطار الإستنتاج ولكن هذا الإستنتاج ليس صحيح ومثلا سفيرة تدركات الموقف ومسحات الصورة وخرج المتحدة الرسمية مرة أخرى كي أوضح الأمور ويطمئ المغرب فهذا سنتدخل في خانة إرسال رسالة إلى المغرب لأن لا يمكن أن تدرك الإزعاج أصلا بايدن كنت نقوله دائما أنه مرعود وبسببه وبسبب الإدارة لا تفعل هذا الاتفاق في كل جوانب وهذا الذي كانت تأخير في فتح قنصلية أمريكية في الصحراء المغربية ومن جهة أخرى في نفس الوقت يمكن أن يكون غير خطأ من هذه السفيرة الأمريكية ومعرفة ما تقدر الأمور وربما تتراجع على الموقف لأنه مستبعد جدا أن أمريكا إذا أردت شيئا أصلا من المغرب ستوجه لي على أعلى مساوى وهي عارفة أن المغرب لا يخسر في هذه القضية هذه الصحراء لأنه أصلا ما هو حاكم الأرض والمغرب هو حاكم الأرض وقاعد ما يدلل على مساوى الأمم المتحدة والقصوليات والاعترافات داخلها في خانة تسيير اللعباء والسنزاف وإضعاف الأعداء أما أصلا الذي يريد أن يحكم أرض يحكمها بالقوة والعسكر وأكبر دليل مناطق شاسعة من أوكرانيا تحت الحكم الروسي حاليا وحتى أزريبيجان والأمم المتحدة لا يمكنهم أموال يعني قد ندخلوا التي تضموها وأمم المتحدة تقتلوا وتقتلوا ونحن نرى مرة أخرى المتحدث باسم الخارجي الأمريكي يقول وتوضح لأن صورة السفيرة مع صورة العالم السندلساني كان مجرد خطأ مطبعي أو خطأ في الجرافيكس ويؤكد مرة أخرى كيف حدث بعد الزيارة الأولى أن هذا لا يعني أي تغير في الموقف غالبا غالبا هذا ما سنسمعه وهنا واجب تحضير بعض الأبواق الذي قال لك لا نحيض التطبيع ومدر نواله ومربح نواله أنتم لا ترى بعض العباء التي قامت أمريكا غير نغيزع كل ما يقول لك لا لا يحتاج أي لا يحتاج لأننا نحكم الأرض ولكن مثلا لا يدخلنا في حرب مع الجزائر ما الذي سيقول لك ما الذي سيعطيك الأسلحة كيف لا نرى أمريكا كيف تمول أوكرانيا أو غيرها اليوم تكون لدينا القنبلة النووية لذلك الساعة لا يحتاج إلى شيء واحد والإنسان قبل أن يدخل مطالب أو شعارات يدوره في رأسه ويشاهد العالم كيف يتمشع ومن هذا كامل أريد أن نقول للجزائر أن هذا كامل الذي قدره على صويرة واحدة أو على زيارة رغم أنه على المستوى الديبلوماسي هل تعرفون لماذا؟ هذه هي صورة للسفير الأمريكي في المغرب وقع فيها من الفوق على الخريطة الكاملة للمغرب من طنجة إلى القويرة إذا كنتم واعرين تحديكم وضعوا لنا صورة صنداليستان والعالم وضعوا لكم السفيرة الأمريكية التي لديكم في الجزائر توقعها وتصور معها نعم ماذا؟ نسجل كيف؟ جاجة محمرة؟ أخذي أخذي يوجد قضية جاجة محمرة نبتفي بعد القصف كان معكم بحاتم المرابط السلام عليكم